موسيقى أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس صدق الله العلي العظيم رسول الله واسمه محمد الله صلى الله عليه وآله محمد من بعده أمير المؤمنين واسمه علي الله صلى الله عليه وآله محمد من بعده الأمام المجتبى واسمه الحسن الله صلى الله عليه وآله محمد هذه الأسماء الثلاثة المباركة المتتالية من هو الرابع؟ الرابع هو الإمام سيد الشهداء ورحمة الله وآله محمد ورحمة الله وآله محمد الأسماء الثلاثة المباركة المتتالية بنفس هذه الطريقة والتتابع تكررت مرة أخرى في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فجاء الإمام أبو جعفر الثاني الإمام الجواد واسمه محمد الله وصل على محمد من بعده جاء الإمام أبو الحسن الهادي واسمه علي من بعده جاء الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري اسمه الحسن فمن الرابع الرابع هو الإمام مهدي آل محمد صلوات الله عليه أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما هو صريح العديد من الأحاديث الشريفة ومنها حديث لوح فاطمة عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء المباركة بتعيين من الله سبحانه وتعالى إذا كان الشيء من الله سبحانه وتعالى فهو بمنتهى الدقة كل اسم من أسمائهم أختير بمنتهى الدقة فكيف إذا توالت وتتابعت أسماء ثلاثة هذا يحكي عن دقة بالغة في هذا التعيين وعن أثر دقيق لهذا التتالي والتتابع القضية ليست مجرد صدفة لا يمكن أن تكون صدفة في ما يفعله الله سبحانه وتعالى كل اسم بدقة فكيف إذا كانت ثلاثة أسماء متتالية متشابهة هذا يحكي عن واقع في المرة الأولى محمد ثم علي ثم الحسن ثم جاء رابعهم الحسين في المرة الثانية نفس التتابع في الأسماء الثلاثة الأول محمد علي الحسن ثم جاء مهدي آل محمد صلوات الله عليه اللهم يصلى على محمد آل محمد المهدي أرواح العالمين له الفداء هو الحسين المهدي هو الذي يطالب بثار الحسين المهدي يطالب بثار المظلومين ولكن شعاره يا لثارات الحسين الإمام المهدي يدفن في قبر الإمام الحسين الإمام المهدي طريقته منهجه في نهضته توقيت نهضته شبيه شبه كبيرا بنهضة جده الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام متى نهض عندما أشرف الإسلام على الموت عندما كاد الإسلام أن ينتهي نهض وأحيى الإسلام وأنقذ الإسلام من الموت المحتم حفيده صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء أيضا سيظهر في وقت يكاد الإسلام أن ينتهي في وقت الإسلام يشرف على الموت وبوادر ذلك ظهرت لنا اليوم اليوم الإسلام نرى بوادر نهاية الإسلام لو لا إرادة رب العالمين عز وجل المسلمون هم يذبحون الإسلام حكام المسلمين هم يذبحون الإسلام علماء المسلمين هم يذبحون الإسلام طبعا كثير منهم لا أقول كل المسلمين الاسلام في حافة النهاية في مزلق بالمقدار الذي نرى مع قطع النظر عن الجانب الغيبي الذي لا نراه ونعلم به لإخبار رسول الله وأهل البيت أن الاسلام سوف لن ينتهي لو لا ذلك نرى أن الاسلام أوشك على الانتهاء وسيكون حسب الروايات الشريفة إلى الأسوأ وإلى الأسوأ لا يبقى من الاسلام إلا اسمه فيأتي منقذ الاسلام مرة ثانية كما أنقذ جده الاسلام في المرة الأولى ويأتي كما يرى الناس بدين جديد النصر لا الاسلام الذي يعرفونه شيء آخر يأتي باسلام جده صلى الله عليه وآله الاسلام الحقيقي أصحابه صلوات الله وسلامه عليه كأصحاب جده سيد الشهداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم المنافقون بصريح القرآن الكريم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كم مرة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله خالفوا أوامره ونواهيه مئات المرات ألاف المرات أكثر بكثير التاريخ المقدار الذي سجله التاريخ لنا هو بالمئات الواقع أضعاف مضاعف لذلك عشرات الآلاف المرات أكثر أصحاب رسول الله خالفوا رسول الله أصحاب أمير المؤمنين كم مرة خالفوا إمام زمانهم آلاف المرات أكثر أصحاب الإمام الحسن كم مرة خالفوا إمام زمانهم آلاف المرات لا أكثر بكثير أصحاب الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كم مرة خالفوا إمام زمانهم أصحاب الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام كم مرة خالفوا إمام زمانهم كلهم لا أقول كلهم كلهم كعدد لا في كل زمن كان يوجد عدد من الحواريين ما خلفوا إمام زمانهم في زمن النبي صلى الله عليه وآله أربعة في زمن أمير الممين ثلاثة أو أربعة في زمن الإمام المجتبى اثنان فقط كان في كل زمن ولكن أما في النهضة التي قام بها سيد الشهداء وفي النهضة التي سيقوم بها حفيده صلوات الله وسلامه عليهما في نهضة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أصحابه في يوم عاشوراء ذلك اليوم الصعب ذلك اليوم الأصعب على الإطلاق ما خالفوا إمام زمانهم مرة واحد سلام الله عليهم وأصحاب حفيده كأصحابه لا يخالفون إمام زمانهم ولا مرة واحدة في حديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام الإمام يقول هم أطوع له من الأمة لسيدها أظن قبل سنوات شرحت لكم بعض الشرح كما هذا المثال رائع أظهر مثال للإطاعة البشر لا يعرف مثال لشخص من البشر يطيع شخصا من البشر يطيع شخصا من البشر أعظم من هذا المثال مثال إطاعة الأمل سيدها أعظم من هذا المثال لا يوجد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى أصحاب حفيده صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء يقول هم أطوع له من الأمة لسيدها هكذا أطاع أطاع مطلق مطلق الإمام المهدي هو الإمام الحسين الرابع بعد تلك الأسماء الثلاثة أنا لا أقول الرابع بعد تلك الأسماء الثلاثة هذا وارد في الروايات الشريفة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه إذا تتالت هذه الأسماء الثلاثة فبعد ذلك يأتي الإمام في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وقد تتابعت وقد جاء الإمام أرواح العالمين له الفداء نعم يبقى الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام فريدا في كثير من الأمور في كثير كثير من الجوانب يبقى عاشراء تبقى عاشراء فريده لا نظير لها لا من قابل ولا سيأتي من بعد لن يأتي مثل عاشراء تبقى مظلومية سيد الشهداء فريده يبقى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كما في الزيارات العديدة السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض وتر الله المعنى الأصح لهذه العبارة فريد الله يعني السلام عليك يا فريد الله الإمام الحسين هو فريد الله نعم يبقى فريدا له خصائصه الكثيرة الكثيرة كما أن حفيده أيضا هو فريد في أمور كثيرة حفيده هو الذي يحقق أمل جميع الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام هو الوحيد الذي يحقق هذا الأمل وفي أمور أخرى لكل واحد منهم خصائص لا تنكر هنا أذكر لكم خبرا إجماله هذا الخبر ذكره الحسين بن حمدان الخصيبي أو الحصيني في كتابه الهداية الكبرى طبعا الحسين بن حمدان كان معاصرا للكليني رضوان الله تعالى عليه يذكر هذا الخبر عن غلام للإمام عبد الحسن الثالث الإمام الهادي وكان عند الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم يقول خلاصة كلامه لما ولد السيد المهدي صلو عليه وعلى آبائه الله أصلى على محمد وعلى محمد استبشر أهل الدار بذلك فلما نشأ أمرت مضمون كلامه أن أشتري في كل يوم قصبا القصب هو العظم المجوف بعض العظام عظام عادية غير مجوفة العظام القوية عادة تكون مجوفة داخلها مخ مخ العظم هذا يسمى بالقصب أمرت أن أشتري في كل يوم قصبا قيل لي إن ذلك لسيدي ومولاي حسب تعبيره الصغير يعني الصغير سنًا سلام الله عليه طبعا هذه الكلمة أنا عموما لا أستسيغها بالنسبة للمعصومين عليهم الصلاة والسلام كلمة الصغير لا تتناسب لعلها لعلها من الممكن أن النسان يبدل هذه الكلمة بكلمات ثانية عندما يريد أن يعبر عن فترة بداية حياة المعصوم يتمكن أن يعبر بكلمات ثانية كلمة الصغير لعلها لا تتناسب لعلها على أي حل الملاحظة في هذا الخبر كلمة أمرت أو خرج الأمر ظاهرها أن الأمر صدر من الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام الإمام العسكري أمر لعله ظاهر العبارة أن هذا الغلام يشتري في كل يوم للإمام صاحب الأمر الروح نافذها عظما يطبخون العظم في الماء هذا الماء يكون فيه طاقة كثيرة طبعا كما هو معروف الماء الذي يطبخ فيه العظم المجوف العظم الكبير يعني ماذا يعني أن الإمام العسكري وذلك عندما نشأ كلمة نشأ بالنسبة للإمام لعله في السنة الثانية من حياة الإمام أرواح العالمين له الفذة في السنة الثالثة لعله الإمام أمر أنه في كل يوم يشترى يعني ماذا يعني الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام كان يهيئ يعلم أن ابنه أرواح العالمين له الفذة سيعيش سنوات طويلة يلزم أن يتهيئ أن جسمه يكون قويا الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام ما قال في نفسه أنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ ابنه وسيبقى يعيش أكثر من ألف عام ولا رد لإرادة الله لا علي أنا لا الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام هيئ لإرادة الله عز وجل هيئ لما أراده الله سبحانه وتعالى الله أراد أن يعيش ابنه فيلزم أن يقوى تقوية طبيعية يعني مشى في الطريق العادية الطبيعية لتحقيق هدف الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء في حياة المعصومين عليه الصلاة والسلام كثير في حياة الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء كثير إذا كانت هناك إرادة لله عز وجل أنا لا أترك الأمر الله أراد خلص لا الله أراد أنا أسعى في تحقيق ما أراده الله سبحانه وتعالى إحدى مشاكل بعض المؤمنين يؤسفني أن أقول إحدى مشاكل كثير من المؤمنين إن شاء الله ليسوا هم الأكثر ولكن كثير عددهم كبير أنهم جالسون ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى القضية قضية غيبية من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرسل خليفته إلى الناس لا عليه نعم ما نصنعه أحيانا ندعو بالانقطاع لظهور الإمام أرواح العالمين أفداه والدعاء مؤثر الدعاء بالانقطاع مؤثر وقد أمرنا بالدعاء ولكن الشخص قد يتمكن من غير الدعاء أيضا لا يعمل لا يهيئه لا يهيئ نفسه ولا يهيئ غيره ولا يسعى لتقريب ظهور الإمام من الممكن أنني أنا الإنسان العادي أسعى سعي أقرب ظهور الإمام ساعة واحدة حسن أقرب ظهور الإمام خمس دقائق حسن أقرب ظهور الإمام أرواح العالمين له الفداء الدقيقة واحدة عظيم في كل لحظة في كل لحظة لا في كل دقيقة في كل لحظة ملايين المظالم في هذه الأرض تحدث إذا قدمت ظهور الإمام لحظة واحدة يعني يعني منعت من حدوث ملايين من المظالم في هذه الأرض أتمكن أتمكن لا نسعى أصلا القضية قضية إلهية لا علي أنا به بها أهل البيت ما كانوا يقولون هذا الكلام هو ظهور الإمام أرواح العالمين له الفداء قضية طبيعية لماذا الإمام لم ياثر إلا الآن ما عنده القدرات موجودة ما عنده المعاجز موجودة لا يتمكن أن يحقق العدالة بأبسط إرادة الإمام إمام الكون كل شيء والله ما خلق الله شيئا إلا وأمره بالطاعة لنا كل شيء ما أمره بالإطاءة على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأبسط إرادة يتمكن أن يحقق العدالة في لحظة واحدة لماذا لا يحقق العدالة؟ ينتظر حصول ثلاثمائة وثلاثة عشر شخصا في تلك الدرجة العالية حتى يظهر القضية قضية طبيعية كما أن آباءه صلوات الله عليهم كما أن رسول الله أمير المؤمنين الإمام المجتبى الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليهم أجمعين مشوا مشي عادية في الحياة الإمام سيد الشهداء فيه معاشراء صنع معاجز لا نعم معاجز قليلة بصورة عامة يوم عشراء يوم طبيعي الإمام سيد الشهداء كان يتمكن بأبسط إرادة أن يزيل أن ينسف كل تلك الجيوش جيوش الكفر والشرك لعنة الله عليهم كان يتمكن أم لا كان يتمكن بأبسط إرادة ما صنع كان يتمكن أن يبعد تلك الأيدي الخبيثة النجسة القذرة أجل لكم الله جميعا من أهله من بنات رسول الله ما صنع سيد الشهداء ترك الأمر عاديا في الوضع الطبيعي نعم عاجز قليلة صنعها سيد الشهداء الوضع الطبيعي كان وتلك الفاجعة العظمى حدثت الإمام صاحب الأمر هكذا أصحابه هكذا أصحاب الإمام البعض مننا يتصور أن أصحاب الإمام كل القضية عندهم سهلة الأمور مكشوفة يعلمون ماذا يصنعون لا القضية صعبة غامضة أحيانا أقرأ لكم مقطع من الرواية الشريفة هذا الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إذا قام ابنه بذلك الإسم الخاص بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا هؤلاء القادة قادة الأرض هؤلاء الذين يبسطون العدالة يعني الإمام أرواح العالمين له الفداء يبسط العدالة بواسطة هؤلاء بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك الإمام يقول له عهدك في كفك فإذا ورد علي كما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها بعضنا يتصور أن الأمور واضحة عند هؤلاء هم مرتبطون بالإمام أي شيء يحتاج ينظر إلى كفه يعرف أمر الإمام أرواح العالمين له الفداء فيعمل بأمر الإمام لا الإمام ما قال لهم دائما انظروا إلى أكفكم الإمام يقول له لهذا الرجل الذي يجعله في تلك البقعة في تلك المنطقة يقول له فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه أصحاب الإمام فقهاء علماء يعرفون الأحاديث الشريفة لأهل البيت درسوا علماء هؤلاء يعرفون سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالإطلاقات والعمومات والأدل الخاصة يعملون في كل ظرف بمقتضى ما تعلموه نعم تحدث لهم ظروف معينة يحتارون في التكليف عند ذلك ينظر أحدهم إلى كفه فيرى أمر الإمام فإذا ورد عليك ما لا تفهم ولا تعرف القضاء فيه إذا ورد هكذا شيء احترت هناك حل انظر إلى كفك أمري يأتي إلى كفك تنظر إلى كفك فانظر إلى كفك وعمل بما فيها القضية قضية طبيعية يحكمون بصورة طبيعية بالذي تعلموه من سيرة أهل البيت من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نعم أحيانا تكون معاجز حالات استثنائية كل شيء طبيعي نحن نتوقع أن القضية تتهيأ من مكان إنسان نحن نحضر بارد مبرد سهل يوسر قضية صعبة يلزم أن يتهيأ الإنسان للأسف كثيرا من المؤمنين لا يتهيأون لا يتهيأون ولا يهيئون أصلا ولا يساهمون أصلا إلا بالدعاء الدعاء شيء حسن طبعا ما السبب في هذه الحالة كلمة واحدة وهي كلمة سيئة جدا اليأس طالت الفترة هذه الفترة الطويلة توجد اليأس في بعض النفوس سنوات آباؤنا أجدادنا آباؤهم سنوات طويلة عاشوا بالانتظار ما حصل الظهور هذه الحالة توجد اليأس في بعض النفوس أنا أيضا سأموت قبل أن أرى تلك الطلعة البهية أبنائي أيضا سيموتون قبل أن يروا تلك الطلعة البهية هكذا تصور فلماذا أعمل الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم أنه سيستشهد قبل الظهور كان يعلم ولكن مهد مهد الإمام العسكري ما مهد مهد وهو يعلم أن وقد أخبروا أهل البيت ليس فقط يعلمون أخبروا المؤمنين أن غيبة الإمام ستطول كانوا يعلمون ولكن مهد أنا أرى أو لا أرى هذا شيء آخر لنفرض أنني علمت علم اليقين أنني لا أكون في زمن الظهور فليكن أنا علي أن أؤدي واجب أن أمهد لتعجيل فرج الإمام ولو ثانية واحدة ولو الساعة واحدة ثانيا من أين تعلم أنك لا تحضر في ذلك الزمن أحد كبار مراجع التقليد عنده كلمة جدا جميلة وهي واقعية يقول بعض المؤمنين سيحضرون في ذلك الزمن لا شك في زمن الظهور وبعض المؤمنين سيكونون في وقت حكم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الظهور وبعد الظهور في يوم من الأيام سيكون الظهور نأمل أن يكون هذا اليوم نأمل أن يكون في هذا العاصر هؤلاء المؤمنون الذين يحضرون في زمن الإمام أرواح العالمين في زمن الظهور مؤمنون عاديون بعضهم غير الأصحاب الخلص بقية الناس مؤمنون عاديون لماذا لا أكون أنا؟ لعل لعل الله سبحانه وتعالى تفضل علي أن أكون أنا ممن يحضر في ذلك الزمن من أين تعلم أنك لا تحضر؟ آمس ما كان الظهور اليوم يكون الظهور إن شاء الله اليوم ما صار الظهور غدا يكون الظهور بعض النص يحضرون نأمل أن نكون نحن يا ماذا هذا اليأس؟ من قال لك أنك غير موجود في ذلك الزمن؟ طالت الفترة فلتكن وقد طالت الفترة بين عيسى بن مريم بين صعوده وظهور خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله اللهم نصي على محمد الله طالت الفترة مئات السنوات البعض بالفعل حصل له اليأس ولكن الرسول صلى الله عليه وآله جاء حفيده أيضا سيأتي اليوم يأتي إن شاء الله اليوم 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 الجمعة اليوم هذا الجمعة الثامن من شعبان 1438 لماذا نقول لا من أين نعلم أنه لا ما صار غدا ما صار بعد غد سيصلح الله أمره في ليلة الناس يرون أن القضية حدثت فجائية من دون تمهيد لا يحتاج تمهيد الله من الله لا يحتاج تمهيد الله يصلح أمره في ليلة طبعا الله لأنه لا يعلم يعلم متى سيظهر الإمام الله يعلم بكل شيء واضح ولكن من جهة الناس يكون هكذا الناس يرون مرة واحدة حدث لماذا نستبعد لا إن شاء الله نكون نحن لا نكون من الأصحاب الخلص لا لنا نكون ما كنا نكون من الأصحاب الدرجة الثانية من الأصحاب الدرجة الثالثة أختم كلامي بحديث شريف في بعض أوصاف أصحاب الإمام تحدثنا عن أصحاب الإمام الأصحاب الخلص درجة الأولى هذا الحديث الشريف يرويه العلام المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار عن الفضيل بن يسار عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في وصف أصحابه الإمام صاحب الأمر رواح العالمين له الفضاء يقول رجال أصحاب الإمام هكذا رجال كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله أشد من الحجر في القوة قلوبهم أشد من الحجر لو حملوا العبارة عجيبة هذه لو حملوا على الجبال لأزالوها من همتهم لا أعلم لعله لعله المقصود من هذه العبارة أن لهم هم لا يعرفون شيء اسمه لا إمامهم يريد منهم شيئا خلاص لو أمروا أن يزيلوا جبالا لأزالوها كيف يصنعون لا أعلم يحققون أو لعل هذه العبارة عبارة في قدراتهم لأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لو حملوا على الجبال لا على جبل لو حملوا على الجبال لأزالوها يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة لا يتمسحون بيده الشريفة لا يتمسحون برجله الشريفة يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب كأصحاب جده بالضبط ما دامت قطرة الدم كانت تجري في أجسامهم ما جعلوا أن يصل شيء من السوء إلى خيام الإمام الحسين أصحاب الإمام الحسين هكذا كانوا أصحاب الإمام صاحب الأمر هكذا يقونه ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم بعضنا ينتظر آمر إذا أمرني رسول الله إذا أمرني الإمام أطيع لا أصحاب الإمام لا ينتظرون الأمر لو كنت تريد من حركات عينيه تتمكن أن تعرف أوامر لا تحتاج إلى أن يقول لك ما هو الأمر لا العبارة ويكفونه ما يريد فيهم إرادته يستكشفونها بطريقة أمره بطريقة ثانية يكفونه الذي يريد الإمام يتحقق رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم كدوي نحل عباد يبيتون قياما على أطرافهم في الليل ويصبحون على خيولهم رهبان بالليل ليوث بالنهار الراهب ما ظهر الضعف لأن الراهب يقف أمام الله سبحانه وتعالى الإنسان مهما كان عظيما مهما كان قويا أمام الله صفر ضعيف ذليل في الليل تراهم هؤلاء رهبان ضعاف أذلاء أمام الله عز وجل في النهار أمام العدو ليوث رهبان بالليل ليوث بالنهار هم هذه العبارة التي نقلتها لكم هم أطوع له لإمامهم من الأمة لسيدها كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل في القوة قلوبهم كزبر الحديد في النور قلوبهم مركز إضاءة كالمصابيح قلوبهم كأن قلوبهم القناديل ليس النور موجودا في قلوبهم فقط لا ينير هذا النور للآخرين قنديل للآخرين وهم من خشة الله مشفقون يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله نحن نريد أن نعيش أن ندرك أيام الإمام أيام حكم الإمام أصحاب الإمام يريدون أن يستشهدوا بين يدي الإمام لا قيمة لأنفسهم عند أنفسهم الإمام أنا لا شيء أنا أريد أن نستشهد هكذا يريدون ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله شعارهم يا لثارات الحسين إذا ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر أقوياء أبطال يمشون إلى المولى إرسالا هذه الصفة الأخيرة وما أعظمها حقا لو لم تكن إلا هذه الكلمة في وصف أصحاب الأمام لكفتهم بهم ينصر الله إمام الحق الله أكبر الله ينصر إمام الحق إمام الحق من هو هو خليفة الله هو خليفة رسول الله في الأرض ينصر إمام الحق بهؤلاء إمام الحق لا يحتاج لهؤلاء إمام الحق عنده جبرائيل أول من يبايعه جبرائيل لا يحتاج لهؤلاء إمام الحق عنده أعظم من جبرائيل عنده الله سبحانه وتعالى ولكن القضية قضية طبيعية يلزم أن تكون هناك أوضاع طبيعية ظروف طبيعية كيف ينصر الله عز وجل إمام الحق بهؤلاء هذه الكلمة تكفيهم بهم ينصر الله إمام الحق اللهم ونحن عبيدك التائقون الشائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذة وجعلته للمؤمنين منا إمامه فبلغه منا تحية وسلامه اللهم أنت تعلم مدى شوقنا إلى تلك الطلع البهية إلهي لا لأجلنا لأجله عجل له الفرج إلهي لا لأجلنا لأجل انتظار آبائه الطاهرين له عجل له الفرج لأجل انتظار سيد الشهداء أبيه لأجل انتظار فاطمة الزهراء أمه لأجل امتظار سيدة النساء أمه عجل له الفرج اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا أعطه ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة